شخصيته ضعيفة؟ قد يكون شخصيته ضعيفة قد يكون محب لدور الضحية يعني بيحب يعيش في دور الضحية يحب أنه يتأذي ويتهان وفيه ناس كتير بتعيش في هذا أو أنه هو عايز يعني يحس يعني يحس طيما الضعف أو عايز يحس بوجوده من اللي هو بيعمله هو أن الناس اللي بتحب بتعيش دور الضحية دي اسمهم ايه في العلم النفسي يعني ده مرض إيم ده فيكتمايزيشن أنه أنا بحاول أعيش طول الوقت أن أنا أليل وأن الناس جاي عليا وأن الناس عايز يستئذيني أو أن الدنيا جات عليا وهو أحد الـ الله يسمحك يعني يبقى لسه غلطان فيك وماشي وشتمك الله يسمحك صحيح فيه ضحايا كده؟ ما هي الفكرة أن ده دفنس مكنيزم يعني كلنا بيجي لنا لحظات نحس بكده يدفع عن نفسه يعني نحس أن الدنيا دي جات عليا أو الدنيا قزيتني أو أن أنا مقهور فهتبلع على فلان وفلان وفلان هتبلع على فلان هتبلع على الظروف هقول أن الفشل اللي أنا فيه بسبب الظروف بسبب اللي حوالي فبالتالي أنا مش هستحمل المسؤولية مش هستشيل أي حاجة فبرمي كل حاجة براية واللي بيعمل ده بيقف في مكان ومش بيتحرك يعني اللي بيعمل ده بيستسهل الطريق الأسهل بكتير أنا أعود أقول الدنيا بايزة وأنه ما فيش أي حل طب لو هو كلامه صح إزاي ما قدرش يكشف مراته السنين دي كلها ما هو ده غريب جدا إن أنا السنين كلها عايش مع أحد ما فيش مثلا لحظة صفا عدت علينا في وقت من الأوقات مثلا جالها صح والضمير قررت أنها تتكلم وقت كانت من دايقة مني جدا في حبة تغزني وتئزيني فتقولي هي عاملة فيها إيه كل ده يعني غريب يعني بيعدي علينا موجات من المشاعر لحظة غضب شديدة أو لحظة سعادة شديدة هتخليها تتكلم هتخلي العلاقة بإنها تنتظم عشان كيف أقولك إن اللي هو بيقوله فيه شكل فيه حاجة مش مزبوطة أو هتتكلم حتى تغيزه يعني تقوله أنا عملت كذا هتغيزه عشان عايزة تضايقه هتتفلوسك عشان أهيرك بالضبط في لحظة عايزة تضايقه فيها أو لحظة هي حست مثلا أنا إزاي عملت كده أو هو كان كويس جدا ما زي ما هو بيقول فقررت نهاي مثلا حست بالذنب فقررت تعترف له بحاجة